تاركت وفد حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية بعد تعليق الجامعة العربية لعضوية سوريا في 2011 ودعوتها سحب السفراء العرب من دمشق إلى حين تنفيذ النظام كامل تعهداته في توفير الحماية للمدنيين ومرور نحو عشر سنوات من الحرب لا يزال البلد يعاني من عدم استقرار داخلي وأزمات اقتصادية واجتماعية متراكمة مع عزلة سياسية حاول النظام الخروج منها عبر بوابات عديدة مثل العراق وروسيا وإيران الدول العربية قدمت في بداية الصراع السوري الكثير من الدعم السياسي والمالي والتسليحي لفصائل المعارضة السورية بعد أشهر من توجه الثورة السورية إلى الخيار المسلح لمواجهة القمع من طرف القوات الأمنية وحملات القتل والاعتقالات مراقبون أشاروا إلى أن نظام الحكم في سوريا لم يكن معزولا بالكامل سياسيا واقتصاديا حتى مع قرار الجامعة العربية تعليق عضوية سوريا حيث وقفت دول عربية على الحياد في الصراع الداخلي مع استمرار قنوات التواصل مع النظام فيما أكد تدخل العسكري الروسي في الحرب السورية وقبله الدعم الإيراني بقاء نظام بشار الأسد في الحكم وتراجع احتمالات إسقاطه عسكريا ويبدو أن بعض الدول العربية رأت أن من مصلحتها إعادة تطبيع علاقاتها مع النظام الحاكم في دمشق فيما يرى مراقبون أن الانفتاح العربي على سوريا جاء نتيجة لتغيير الولايات المتحدة استراتيجياتها في المنطقة بعد وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض في كانون الثاني الماضي تطبيع العلاقات العربية مع النظام السوري سيكون تعزيزا لشرعيته التي تتعارض مع الكثير من الدول التي ترى أن هذا النظام فقد شرعيته منذ استخدامه الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين فضلا عن عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المفروضة على النظام السوري التي قد تكون العقبة الأكبر أمام موقف جامعة الدول العربية من تعليق عضوية سوريا كذلك عدم وجود إجماع وتوافق عربي على طريق التطبيع العربي الكامل مع دمشق